أقدمت إدارة كاركوك على إزالة العديد من الأكشاك والمحلات الصغيرة معتبرة إياها تجاوزا على أملاك الدولة مؤكدة أنها تؤثر سلبا على جمالية المدينة وبيئتها هناك أولوية في رفع التجاوزات أولا نرفع التجاوزات عن الساحات والشوارع التجارية المهمة واجهة المدينة ثم هناك جدول معين أغلب التجاوزات هناك وقت مخطط لإزالتها قمنا في بعض الأحيان بإزالة دور مشيدة بالكامل بسبب نحتاجها لأراضي لإقامة مشاريع أصحاب هذه المحال قالوا أنهم لم يبلغوا بضروة رفعها وأنها كانت مصدر عيشي من الوحيد الذي كانوا يعيدون بها عوائلهم نحن هنا نشتغل على باب الله محلات كلها تشينكو مجنين من الوقاف أجدت الحكومة فلشتها تشينكو كلها والله وكيلك لا بقى رزق لا بقى حد يجي للسوق ونحن نروح خاله وقل لي نحن كل رزقنا على هذا السوق أعطم عائلة تقيم بلد تقيم خمسين ستن عائلة نشتغل لنا جوال حاية هذلك اليوم نزونا فلشوا كله وراحوا آخرون استغربوا من هذا الإجراء بحقهم فيما هناك بنايات بالقرب منهم بنيت بطرق غير رسمية ولم تتخذ بحقهم أي تجراءات هذا التجاوز مننا أربعة ستة متار جايل لازم الرسيف كلها مننا لهنا هاي هاي من رأس الدربونة للرأس الدربونة كلها لازمة وبعدين نحن ليش تجاوز هذا ليش وتجاوز مليون عائلة هنا وكلها نازحين وفقير دوائر حكومية تحولت إلى شخخ سكنية ومحلات لم يشملها قرار الإزالة ولم تستطع كاميرا الحرة الاقتراب منها هؤلاء خسروا مصادر عيشهم إلا أنهم لا يعترضون إلا على تجاهلهم وعدم إيجاد بديل آخر لكسب لقمة العيش لعوائلهم سوران الداودي الحرة كاركوك اشتركوا في القناة